وإسرائيل طبعا نبحث عنها في كل مكان وكيف تفكر وكيف تعمل هو مش فقط إسرائيل يعني البعض يشير دكتور إلى أن يعني الضباط في مصر هما من أفشلوا طبعا نحن نبقى نجيب لأسباب مزبوط يعني مش هايزة تعرض لإسم المشير عبد الحكيم عامر عليه رحمة الله ومجموعة الضباط معهم ممارستهم واستعلاء بعضهم على الضباط السوريين أدى إلى ما حدث في ذلك أنا إذا تسمح لي على هذا الموضوع تحديدا أذكر لك ما ذكر نائب رئيس دولة الوحدة أكرام حوراني أيها في مذكراته كان المشير عامر يخطط منذ قيام الوحدة لأن يجعل سوريا قطاعا خاصا به سواء على مستوى الجيش أو على المستويين السياسي والشعبي دعم مركزه بنقل العديد من أعضاء تنظيمه السري من الضباط إلى الجيش السوري واستمر في ذلك حتى تاريخ الانفصال وقاعد يحمل المشير عامر المسؤولية هو نائل عبدية ميها عبد المشير عامر عالي شفيق وعدد من الضباط المقربين منه إلى العمل في دمشق هو كان عنده عبد المشير عامر تنظيم سري أريد أن أرى جزء كبير جدا من المشكلات عبد الناصر التاريخية صدقته الشديدة بعبد الحكيم عامر لا بس أنه على الموضوع عبد المشير عامر كان عنده تنظيم سري حسب ما وصف أكرم حوراني لا لا يخصد الضباط الموالين له ما قدرش أقول تنظيم سري بالمعنى التنظيم السري يعني بس عندها مجموعة مجموعة رجاله وكان هو ابن عمدة عمدة أصطال في صعيد مصر يعني يعرف أنه مصطفى عنده بنته تعبانة أو عمار عنده ابنه تعبان يطلع قرار بالعلاج اكتسب عطف الضباط السوريين والمصريين مجموعة كبيرة جدا وكان منهم عبد الحميد السراج عليه رحمة الله والذي عاد إلى الوحدة عبد الناصر خطفه من سوريا من السجن هو منصور رواجدة الحارس له